يقول في ضوء التطور العلمي و لا سيما في علم الحمض النووي هل يمكن إثبات المولود خارج نطاق الزواج إلى الأب الزاني؟ الجواب لا لا يمكن ذلك لأن الأبوة إنما هي فرع عن عقد زواج شرعي صحيح تكتمل فيه أركانه و شروطه فأما ما ينشأ من علاقات سفاح فلا يترتب عليه علاقات بنوة ولو أثبت ذلك بفحوصات البصمة الوراثية هذا الأمر متفق المجمع عليه بين علماء المسلمين أن النسب لا يثبت إلا بعقد نكاح شرعي صحيح ألحق به شبهة النكاح إذا كان في النكاح شيء من الشبهات التي ما كانت مقصودة أو تواردت عليه فحفظا للأنساب ألحقت هذه العقود بالعقود الشرعية الصحيحة وبعضهم ألحق أيضا بل هذا هو الواقع أن العقد على سبيل المثال إن ثبت تبين أنه عقد فاسد كمن تزوج بإحدى محارمه دون أن يعلم رضاعا على سبيل المثال فإن النسب يثبت وإن كان العقل بعد ذلك لا بد أن يبطل فالحاصل أن إثبات النسب هو فرع عن الزواج لا عن السفاح والله تعالى عنا ترجمة نانسي قنقر